أولاً كل شكر التقدير للسيدة الوزيرة المحافظة الدكتورة من العوام والسيدة اللي وعصان وكل القائدات المحافظة وبنسأل الله لها المزيد من التوفيق احنا كلنا بنجتمع وبتتكامل أدواننا في خدمة هذا الوطن والحقيقة احنا عارفين ممكن ربما ظروف الاجتماعات في هذا التوقيت لكن طالما ان في زيارة للمحافظة لابد ان نلتقي بحضراتكم ومنقول لكم جميعاً كل عام وانتم بخير واشنى يمكن اللي بنأكد عليه دايماً هو مسألة وساطية الفكرة الوساطية واشنى شوية ملاحظات كده احنا طبعاً في شهر كريم عندنا ثلاث نقاط النقطة الاولى لاهتمام بالمسجد مبناً ومعنى مبنى النظافة اعداد المسجد اعداداً جيداً لاهتمام به مسألة الصيانة لكن الاهم بقى وده اللي اكدنا عليه والحقيقة يا الدكتورة الان الحمد لله الامور طبعاً في ضميات وفي كل الجمهورية الان احنا في افضل احوالنا لكن مزيد من الحفاظ على المسجد واحنا تعليماتنا واضحة بعدم تمكين وده اللي بنأكد عليه عدم تمكين اي شخص كائناً من كان غير مصرح له بالخطابة من الاوقاف من المسجد وحتى بنقول يا شيخ محمد الامام لا ينتقل من مسجده الى مسجد اخر الا بتنسيق مع مدير الادارة ولا حتى تستضيف امام من محافظة اخرى دون خطاب من الوزارة يعني حتى لو زميلك احنا احنا ملاً تعرفين حاسبنا امامين لان امام من المنوفية استضاف امام من الاسماعيلية دون علم الوزارة انت العمل داخل ضمياط صلاحياتك الائمة المعينونة في ضمياط وخطباء المكافأة المصرح لهم في ضمياط ولا يستضاف اي شخص كائناً من كان لا عالم ولا استاذ جمعة ولا امام الا بتصريح كتابي من رئيس القطاع الديني يعني اي حد يجيلك بعد اذنك ان اخطب الجمعة حتى لو كان استاذك في الجمعة لان دي لها نظام طالما حد انت صلاحياتك دخل محافظتك المعينون عندك وخطباء المكافأة ده بالنسبة للمحافظة تمدير الادارة صلاحيته في من هم على قوة الادارة من الائمة المعينين ومن خطباء المكافأة المعتمدين يعني ما يجيبش امام من خارج ادارته حتى لو معين في الايه في الاوقاف لاني بيسيب مسجده هيحصل خلل ودي عملية تنظيمية يبقى اذا هذا الجانب التأكيد ودي امانة امانة شخصية انت مكلف بصفة شخصية لانك انتو عارفين طبعا غير المتخصص يمكن ان يزوج بنا في متاهات نحن في غينا عنها ده الجانب الاول الجانب الثاني فيما يتصل باعمال البرد اظن يا شيخ محمد متخلصت وتوزيع الشرطة ولا لسه لا ده وانا مش تحت انتو عندوكم النظام احنا حاول ان شاء الله خلاص هي توجههم للمناطق الاكثر احتياجا واحنا دايما دكتورة بنقول الشيخ محمد ولكل وكل وكالاء الوزاعة فيما يتصل بالعمل الاجتماعي نسقه مع السادة المحافظين واحنا بنستهدف اصلا المناطق الاكثر احتياجا والقصة الاولى بالرعاية لا مانع ان ننسق مع زملائنا ونستفيد بالقوائم الموجودة لكن تركزنا على احنا هدفنا واحد نوصل للاكثر احتياجا وكل ما بنبقى متعاونين لو فيه مجراش حاجة ان يبقى معنا حد من زملائنا سواء من التضامن من مجلس المدينة لان هدفنا اللي بيشتغل صح لو جبت كل الناس تكون شعكاء معاه بيش هيمطعد من انك تكون في اي عمل لما واحد يقولك ان عايز اشتغل لوحدي اعرف انك انت ممكن يبقى عنده هوا في العمل احنا عملنا عام طالما ان احنا بنهدي في العمل العام والصالح العام فنحن بنوحب كل من يساعدنا في حمل الامانة لكن اي شنط متبقية خلاص يعني خلال يومين او تلاتة لان الهدف هي ايصال احنا كنا دائما بنقوله ايه خلي نسبة عشاء في المية احتياط لسبب ممكن تيجي منطقة تشتاكي ما فضلهاش ما حصلهاش لكن احنا بنوزع كل ما تبقى احنا عندنا المشروع الاهم واللي احنا بنحتاج يعني من الانتا يتكزوا فيه والمحافظة معاكم مشروع سكوك الاضاحي احنا ده له عدة ابعاد من ضمنها ان احنا الحمد لله اول ما بدأنا في اول سنة احنا جمعنا مبلغ اتنين وثلاثين مليون جنيه في العام الثاني وصل تمانية واربعين مليون جنيه في العام الثالث وصل اربعة وستين مليون جنيه ده تم ترجمته الى لحوم اضاحي زبحت في الوقت الشرعي واتحولت الى تلتمية ده كان العام الماضي تلتمية تمانية وسبعين طن ستمية اسف ستمية ستمية تمانية وسبعين طن يعني ستمية تمانية وسبعين الف كيلو اتوزعوا على ستمية تمانية وسبعين الف اسعة وانتظرنا جاكم كاما هنا في دمائرة شيخ محمد نعم تمنتاشر طن العام نعم بس تمنتاشر طن في العام الماضي احنا السنة دي السنة دي باذن الله احنا بنستهدف الف طن يعني بنستهدف مليون قصة ان شاء الله باذن الله هذا العام احنا بدأنا مبكان وبنبين للناس عد الجوانب يمكن بما يتميز به مشروع سكوك الاضحي في الاوقاف عشان برضه وانتو بتشرحه للناس انه لا توجد لا مصرفات اعلانية ولا ادارية يعني كامل المبلغ من المضحي او المتصدق الى المستفيدين الجانب الاخر انه بيخضع كل خطوة ابتداء من اصدار السقوك بمعايفة ختمها لختم وزارة التضامن ومتبعتها اداري المبلغ في البنك المركزي تنفيذ عملية الزبح والتشفية والتعبئة والتجميد والنقل معايفة وزارة التموين لا توجد كل من يعملون من الاوقاف يعملون متطوعين لا تقاضي احد اي بدل هدفنا نوصل للأسر الاكثر احتياجا على مستوى الجمهورية واحيانا كان بيحصل احنا عندنا منطقة بيوقفها حي واقي مثلا كل الناس الضحي وربما يضحي بعضهم بوقوس من البقر ولا يعافسوا عدد محدود من الناس فاحيانا لا يصل اللحم الى مستحقين ايه الحقيقيين في حين ان هناك مناطق اكثر احتياجا اضافة كمان الى مسألة الحفاظ على البيئة بدأ ان بعض الناس كانت تسبح في مداخل الامارات او في الشوائع انت بتسبح بعملية علمية مئة في المئة امر اخر مهم جدا لا يوجد اي فاقد يعني وحد بيضبح وضحية بنفسه احيانا بيبيع الجلد بسمن بخص واحيانا انما انت في كل جزء بيستفاد به وبيتاجم مقابله الى لحم الفقراء هذا المشروع من المشروعات الهمة وان شاء الله يا شيخ محمد باذن الله بعد رمضان عايزين نفعل امرين مركز التدريب نعيد تفعيل مركز التدريب ويمكن يعني ان شاء الله ايضا حتى في الاوقات اللي مفيش فيها تدريب نقاحل المكان ونفتح مجال للائمة اللي عايزين ييجو هنا حتى في عملية سياحة داخلية يقضي جانب ولو بتكلفة رمزية تغطي تكاليف الصيانة ممكن نشجابل ندرس الاستفادة بالمكان هنا باذن الله تعالى ما نقولك نستفيد به وان شاء الله في مرة اخرى نبعث السيد رئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف يجلس مع معالي الوزيعة ويشوف المشروعات احنا ظن عندنا بعض المشروعات هنا في فاسكورة والزرقة في مشروعات الاسكان وان شاء الله باذن الله نكسف تعاوننا مع المحافظة ومنقول لكم اهم حاجة المسجد والحفاظ عليه عدم السماح لمخلوق خد بالك لا بأداء الدروس ولا بخطبة الجمعة ولا بإمامة الناس ولا بالأزان ولا حتى بمكبر الصوت المسجد يكون الامر اللي خلال الشيخ محمد ان شاء الله شوف المسجد الاساسية ومجموعات الكتب الحديثة دي اللي بتفكك الفكرة المتطرف وتصحح المفاهيم الخاطئة نحطها في المسجد الكبعة اضافة ان احنا ايضا بعد العيد الشيخ جابر نعمل معسكر التدريب ان شاء الله يومين او ثلاثة ونعمل معرض كتاب معرض اليوم الواحد ويبقى الآن ما يزوره وكتبنا اصلا بتتباع تقريبا بتكلفة احنا عاملين الان تقريبا بالزبط كده 18 كتاب في المعرض اللي يدام الحسين 65 جنيه يعني فنقدر نعمل معرض هنا بحيث تكون الكتب متوفرة للسادة اخلي بالكم اصيوت اصيوت وحدها صهاج 1500 فصل 1500 فصل محرق امية 1500 في صهاج يعني احنا على الاقل على الاقل يا شيخ محمد وبعدين الشباب هستفيدوا ايضا لان فيها مقابل مادي اليوم احنا تشوف الملحقات الجاهزة في المساجد اي مسجد فيه فصل ملحق وانت على الال شوفها دكتور يسنتك على حاجة الشيخ محمد بعد رمضان مكلف حد ان دفعة اولى هروفه لك عشرين فصل يتوزعوا على المحافظة خاص شيخ محمد خلاص لا يعني ده كلام بقى تكليف مش كلام لا ده زيادة على اللي عندك ده يقصي زيادة على اللي عندك انت عندك كم دلوقتي انا عندي ستة بس في تعداد دلوقتي اللي عشرين شوف خلينا انت عندك ستة الستة دول في اول شوال بعد اسبوعين هتسلم علي الوزيع كشف بالاماكن واختارهم كلهم من الشباب يعني اختار الايمة من الشباب الجدد واحنا ايضا اللي هيشتغل بجدية بجدية اضافة الى المبلغ اللي بيوصل في المحوة الامية احنا ممكن نعمل اليوم حاجة تشجيعية فانت اختار عشرين امام من الشباب من الايمة الجدد او من يغب من الايمة القدامة واذا كان عندك جانب في المسجد او ممكن فيه اه لو ما فيش في المسجد يمكن يبقى فيه اي مكان بتخصصه المحافظة لكن حد ادنى ادنى دفعة اولى عدد عشرين واهم من ده الانتظام والفعالية وانا معالي وزير يعيد حضرتك برضو بعد ما يجهزوا حد بقى من المتخصصين في محوة الامية نعمل اليوم دور لمدة خمس تجا لانه برضو خلينا وقعين تعليم الكبار خبارات خاصة يعني ممكن يبقى عندي امام شطر جدا ومتفور جدا وممكن يبقى عندي مدرس سنوي مهر جدا لكن تعليم الكبار مسألة خبارات فاحنا حضرتك حجهز للعشرين بعد عطلة عيد العيد غالبا يوم يوم تلات غالبا او اربع الحد اللي بعد العيد سلساء الحد اللي بعد العيد نبدأ دورة حد اتنين تلات اربع خميس خمس تيام او اربع تيام والدورة دي ست الوزيرة هي اللي هترتبها مع المسؤولين عن تعليم الكبار وانت رقع بروتوكول لانهما في سراج برضو بصرفوا مبالغ جيدة يعني الهيئة القومية التعليم الكبار هي مخصصة مبالغ يعني تلتبين جنيه يعني برضو الشيخة يستفيد فحد ادنى نبدأ بعشرين فصل بعد العيد والعشرين دول دول الفايدة دول حد الادنى شيخ محمد لو انت قدرت تخلي بالك بس خلي بالك دول يعني خد بالك العملية بس مش فقط ليست فقط محو القراءة والكتابة ده انت تقدر تضعوا على الاطار الوطني الصحيح فصياء النفس ان لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل الرجل اللي انت هتجيبه وتقعد معه شهرين او ثلاثة او خمسة هيتقصر بشخصيتك واخلاقك وبسلوكك وانت فقط مش محو أمية ده خلي بالك ده انت بتقوم له بمعالجة بعملية تسقيف شامل صحيح انت بتعلم القراءة والكتابة لكن الوقت اللي انت عاد معاه اكبر من كده ده جزء من رسالتك وبالعكس انت بتوصل لطبقة وربما لا تصل اليها في المسجد او في الخطاب المباشر فانت بتوصل انت لو خدتها كرسالة وكأمانة وانك تعلم بجد هنقدر نغير الناس فناخد مجموعة محبة واحنا افضل مجموعة تشتغل اضافة الى المكافئات اللي بتصرفها الهيئة العامة التعليم الكبار انا وسيادتي الوزيرة معا معا هنعمل تكريم خاصة ومكافئة خاصة تشجيعية لافضل الفصول اداءة معاك معاك وزيئة يعني انت انت تاخد انتم جنيدة كل الناس او المبلغ اللي بتصرفه لكن وعد وعد كل ما تتخرج دفعة احنا نعمل مكافئة تشجيعية لافضل الفصول اداءة بإذن الله تعالى ان شاء الله